جرح أكثر من عشرين شخصا في هجوم لمسلح اقتحم ملها للمثليين في أورلاندو بفلوريدا الأمريكية وأطلق النار عليهم عشوائيا وأشارت بعض وسائل الإعلام المحلية في تقارير أولية غير رسمية أن المسلح يحتجز رهائن في الملها وأنه قد يكون يحمل قنبلة وقال أحد شهود العيان أن المسلح اقتحم الملها حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل وكان الملها مزدحما جدا اشتركوا في القناة